أهم عشرة هواتف قادمة في عام 2024 وثورة مهمة وتاريخية في كاميرات الهواتف قريبا أهلا بك في نشرتك في البداية أصدقائنا كالعادة لا ننسى فريق رقمي في غزة مع اقتراب العدوان من شهره الثالث نتمنى لهم ولعائلاتهم السلامة وعودة بأسرع وقت إن شاء الله والبداية مع الموضوع السنوي لحلقات نشرتك في شهر ديسمبر والكلام عن أهم عشرة هواتف عليك انتظارا في عام 2024 القادم وكل عام وأنتم بخير لكن بالبداية نتذكر أننا هنا لا نستعرض الهواتف وفقط وإنما فكرة عن التطور والتقنيات الجديدة المتقدمة القادمة والمنتظرة من كل الشركات الهاتف الأول معنا في القائمة كالعادة Galaxy S24 Ultra تكلمنا عن الهاتف في تقرير منفصل سينزل غدا الاثنين إن شاء الله كل المعلومات المتوفرة جاءت في هذا التقرير المهم معدن تيتانيوم معالج سناب دراجون 8G للثالث تطوير الكاميرا لكن التصميم كما هو تقريبا مع بعض اللمسات الخفيفة ربما لا يشكل قفزة كبيرة عن S23 Ultra لكن بالتأكيد هناك مميزات مهمة مغرية لمن يرغب في شراء الهاتف القادم الهاتف الثاني معنا في القائمة هو المنافس آيفون 16 برو ماكس من المستبعد رؤي التصميم جديد لكن سنرى معالج أحدث تطوير قدرات الكاميرا والخاصة بالتقريب البصري تحسين بعض خصائص معدن التيتانيوم في الهاتف نتمنى كذلك تطوير البطارية والسرعة الشحن أما الهاتف الثالث المنتظر فهو بالتأكيد العملاق شاومي 14 ألترا الهاتف العملاق المنتظر ليكون أقوى وأعنف وأشرص منافس لأبل وسامسونج الهاتف اكتسب أهمية في المنطقة العربية بعد تسريبات تقول أن هاتف 14 برو لن يخرج من السوق الصيني وأن المستخدمين في العالم عليهم انتظار الهاتف الذي سيحمل أقوى وأكبر المواصفات من حيث المعالج الرام سطوع الشاشة وقدرة الشحن والبطارية ومع سعر منافس بالتأكيد رابع الهواتف معنا جوجل بيكسل 9 برو صراحة لا ننتظر الكثير من جوجل في تغيير التصميم أو أرقام المواصفات ولكن ما هي الهاتف الداخلية الهوية العامة للأداء من حيث الأداء والتصوير والبطارية تثبت جوجل كل مرة أنها تقدم شيئا جديدا خاصة مع قدرتها على التناغم الرائع الرهيب بين نظام الأندرويد الخام وهاتف بيكسل الخاص كمواصفات خامس الهواتف معنا هو بالتأكيد بوكو X6 Plus 5G من المتوقع رؤيته بداية العام القادم معالج الهاتف ربما يأتي دايمين سيتي 8300 ألترا شاشة OLED مع كاميرا 64 ميكا بيكسل بطارية كبيرة وشحن سريع جدا الهاتف السادس جالاكسي Z Flip 6 في الفئة المطوية ننتظر هذا الهاتف أكثر من أي هاتف مطوي آخر فهو الأكثر جدارة بين الجميع ننتظر تطويرا في تخفيف حواف الشاشة القابلة للطي واستخدام معالج سناب دراجون 8G للثالث لتحسين الأداء وكفاءة الطاقة ورفع قدرات التصوير والكاميرا الهاتف رقم سبعة هو أونور ماجيك سيكسي برو صراحة أونور أثبتت جدارة في هاتف 5 برو من حيث الهيكل التصميم التصوير والذي أشهد به جميع من المراجعين وخاصة منصات تقييم الكاميرات حتى في رأي رقمي أذهلنا ربما لا نتوقع تطوير التصميم بالشكل الملحوظ مقارنة مع الهاتف السابق لكن ننتظر متانة الصلابة في الهيكل والسرعة أعلى في الأداء خاصة مع تطوير واجهة التشغيل أما ثامن الهواتف معنا واني بلس تولف قدمت واني بلس هاتف إليفن هذا العام بكفاءة عالية مواصفات رائعة بالتأكيد لن تبخل الشركة على الهاتف بأحدث المواصفات مثل أحدث معالجات كوالكوم شاشة OLED مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز ورام 16 أو 24 جيجا بايت وهيكل متين صلب الهاتف سيتم الإعلان عنه إن شاء الله في شهر يناير أما الهاتف رقم 9 معنا آيفون SE4 هناك كلام قوي عن عودة الهاتف هذه المرة ولكن مع الحفاظ على أهم المواصفات القوية مثل نوع الشاشة والمعالج الأحدث مع تغيير في التصميم مثل الأزرار والإطار واستخدام الإطارات الشبيهة بآيفون 10 وإن فعلت أبل هذه المعادلة ستكون ضربة معلم ولكن لا نتوقع نفس السعر كل مرة بالتأكيد سيرتفع ومع الهاتف الأخير رقم 10 Vivo S18 Pro أيضا قد يأتي في شهر يناير مع مواصفات رائدة مثل معالج Dimensity 2900 ورام يصل إلى 16 جيجا بايت وشاشة منحنية من الأطراف وشاشة من نوع أموليد باختصار لا نتوقع من Vivo أن تبخل عن الهاتف بمواصفات محترمة نتمنى مشاركتنا أصدقائي في التعليقات اسم أكثر هاتف أن تتنتظر في عام 2024 بعد الانفصال عن الشركة الأم هواوي هناك نشاط قوي من شركة أونور هذه المرة أعلنت رسميا عن أونور 90 GT مع مواصفات قوية الشاشة من نوع OLED دقة Full HD Plus معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز أيضا المعالج Snapdragon 8G للثاني وليس الثالث لكنه معالج قوي عملت به معظم أو كل الهواتف الرائدة لعام 2023 رام من 12 أو 24 جيجا بايت يضم نظام غرف التبريد البخار بطارية كبيرة بسعة 5200 ميلي أمبر مع شحن سريع صاروخي بقدرة 100 وط ومستشعر كاميرا متطور من شركة سوني السعر تنافسي ويبلغ 400 دولار فقط ويمكن اعتبار واحد من أفضل الهواتف في هذه الفئة السعرية وفي موضوع مستقبلي وتاريخي كاميرات الهواتف ديناميكيا فيزيائيا لم تتغير من فترة وكلها بنفس الشكل الثابت الذي تراه الآن لكن مصممي ومهندسي الشركة سوني شغلوا بنات أفكارهم وخرجوا لنا بفكرة جديدة عبارة عن عدسة كاميرا هاتف إكسبيريا برو بحلقة دوارة مصدر المعلومة جاء على منصة ويبو الصينية يقول المصدر أن الفكرة عبارة عن حلقة كاميرا دوارة للتكبير والتقريب والتركيز والعزل وذلك على غرار العدسة الموجودة في كاميرات DSLR عديمة المرأة ترتيب الكاميرات سيكون مشابها لترتيب كاميرات هاتف سوني إكسبيريا برو آي لكن هذه المرة مع وزود حلقة دوارة تحيط بالعدسات ويقال أن العدسة الدوارة سيكون لديها القدرة للتحكم بفتحة العدسة من 1.2 إلى 4 وهذا يعني ماذا؟ يعني القدرة على العزل الواضح امتصاص الضوء بنسبة أعلى الحدة العالية sharpness طيب السؤال المهم متى سنرى هذه العدسة؟ أصبر العدسة ستصل حسب التوقعات بعد ثلاث سنوات لأنها تحتاج إلى مواصفات داخلية قادرة على تشغيلها بكفاءة خاصة من طرف المعالج كذلك تحتاج إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها وتطبيق كاميرا خاص بها والآن أصدقائنا مع أهم الأخبار السريعة لهذا الأسبوع شاومي تكشف عن هاتفها بوكو M6 5G من الفئة الاقتصادية المعالج دايمن سيتي 6100 بلس من ميديا تيك رام 4 أو 6 أو 8 جيكا بايت وبسعر يبدأ من 125 دولار أوبو أيضا تكشف عن هاتفها الجديد A59 5G وتقول أنه الأقل سعرا ضمن الفئة الاقتصادية التي تدعم شبكات الجيل الخامس مع سعر 180 دولار فقط شبكة تيليجرام تطلق تحديثا يسمح لأصحاب القنوات بتعيين الخلفيات وحالات الرموز التعبيرية وشعارات الحسابات أي تخصيص القناعة لحسب مزاجهم هذه الصورة مسربة لهواتف هواوي نوفا 12 وتشمل أربع إصدارات من بينها نسخة برو ونسخة ألترا ونسخة لايت والنسخة الأساسية ويظهر النموذج الجلدي من نسخة ألترا كما ترى وفي عالم الكمبيوتر هذا جهاز MSI Trident Titanium مع الجيل الرابع عشر من معالجات انتل ومعالج انتل كور اي 9 بعدد 24 من الأنوية وسعر يبدأ من 831 دولار هاتف سامسونج الصلب والمضاد للسقوط والكسر Galaxy X Cover 7 سيأتي إلى أوروبا بأقل من 400 يورو مواصفات الهاتف شاشة Full HD Plus مقاس 6.6 إنش ورام 6 جيجا بايت الاستغناء عن مشروع هايبر لوب القطار السريع في الإمارات والخليج العربي بعد إغلاق الشركة صاحبة الفكرة وبيع كل ممتلكاتها وتكبدها خسائر كبيرة بسبب صعوبات فنية وتقنية لتنفيذ المشروع البدء في طرح هاتف نوبيا Z60 Ultra للطلب المسبق في بعض الدول وهو هاتف موجه لمحبي الألعاب مع تصميم جميل ومواصفات رائدة السعر يبدأ من 600 دولار وذلك حسب نسخة الرام والمساحة التخزينية في نهاية أصدقائنا شكرا لكم للمتابعة ونلتقي في حلقة جديدة من نشرتك الأحد القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة